السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع عرانيا هادم لكم النهاردة تفسير رؤية براز الطفل في المنام رؤية براز الطفل في المنام للعزباء يدل على اقتراب موعد زواجها ورزقها بالزرية الصالحة براز الطفل في منامها يشير إلى أن هناك مشاكل عديدة بينها وبين عائلتها ستمتهي قريبا رؤية الفتاة المخطوبة براز الطفل يشير إلى العلاقة العاطفية القوية التي بينها وبين خطبها والتي سوف تنتهي بالزواج أما المتزوجة في المنام فرؤية براز طفل لها يدل على الرزق والمال الوفير رؤية براز طفل على سريرها بتدل على انتهاء المشاكل اللي بينها وبينزجها رؤية طفل يتبرز على الأرض في منام المتزوجة يشير إلى رزقها بحمل قريب بإذن الله رؤية المتزوجة جلوسها على براز طفل يدل على أن أحد والديها سوف تحصل منهم على ميراس رؤية المتزوجة أنها تأكل براز طفل تشير إلى أن طمعها وجشعها دائما في الحصول على أموال كثيرة حتى وإن كانت حرام رؤية براز الطفل الحامل تشير إلى مرور عملية ولادتها بسهولة ويسر رؤية الحامل طفل يتغوط أو يتبرز بجانبها تشير إلى دخولها عملية ولادة دون خوف وقلبها مطمئن رؤية الحالم أنه ينظف طفل من البراز تعتبر رؤية محمودة لأنها تشير إلى انتهاء مشاكل وهمومه رؤية الحالم أنه ينظف البراز ولكنه لما سفرج الطفل يشير إلى بعض الهموم التي سوف تحدث في حياته رؤية براز طفل في الحفاضة تشير إلى أنه شخص جيد يعمل على إرضاء الناس ومساعدتهم براز طفل على ملابسه تشير إلى أن هناك مشاكل كبيرة تلاحك من يشاهد هذه الرؤية رؤية براز الطفل وكان مريضا تشير إلى أنه سيرزق بالشفاء من شاهد هذه الرؤية رؤية فتاة براز الطفل تشير إلى فك قربها وإزالة همومها رؤية الحالم اتساح حفضات الطفل تشير إلى ما يمر به من حالة سيئة ونفسية فرؤية رضيع يتبرص في المنام تدل على حصول الرأي على الكثير من الأموال حلم تلطخ ملابس الرأي ببراز الطفل ومحاولته إزالته تشير إلى التخلص من الطاقة السلبية والهموم حلم براز الطفل الرضيع بشكل عام هي بشرة للرأي بقدوم ما كان ينتظر ويتمنى وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته